مسائل فل على كل المشاهدين او المتابعين من مواليد برج الحوت لو انتم من المشاهدين فقط فيشرفنا ان انتم طبعا من الاعضاء المتفاعلين معنا في القناة طبعا ده هيجي عن طريق الاشتراك وعند تفعيل الجرس كده يبقى ضمنتم ان اسبوعيا هيجيلكم اشعارات من القناة بكل ما هو جديد من توقعات الفلك لمواليد الحوت مواليد الحوت في الفترة من يوم 5-24 حتى اخر الشهر هنتكلم على ايه التحركات والطاقات اللي ان شاء الله خير اللي هتبقى متواجدة معاكم وايضا بعض النصائح والتحذيرات في خلال الفترة قبل ما نتكلم على ايه هي التقاط والحركات اللي هتبقى موجودة تعالوا كنا نحلل عنوان الفيديو انا كاتب لكم اقتناص بسرعة البرق النهاية الاسبوع ده يحوط فرصة هتأتي من لا شيء سرعة اقتناصك لهذه الفرصة ده عامل الاساس للنجاح انا بديق لكم الفيديو بقول لكم سرعة اقتناص الفرصة وارد انها هتيجي جدا سرعة اقتناص يعني ايه يعني مسلا لو انت داخل في تجديد عقد وكان نفسك مسلا ان يجي لك ارش هتطعي لك ارش ونص او ارشين لو انت كنت نفسك تبيع البيت الامر هيبقى متواجد على برج العزرق تواجد الامر على برج العزرق في خلال الفترة دي هل ده كويس؟ والله هو كويس لكن هيأثر في مشكلتك مع شريك الحياة يعني الفترة دي علاقتك مع شريك الحياة هتبقى صعبة صعبة دي يعني نفض وابعد مش وقته لان انا بقول لك هو المشاكل الزوجية والعلاقات العاطفية مش وقتها لان انت دلوقتي في مفترق طرق قوي يمكن نهاية السنة دي او مش نهاية السنة دي يعني شهر 11 اخره وشهر 12 ده ده السنة الجديدة انت دخل على طرق فعالة طرق يعلو السماء تحت الارض ملاش؟ مفيش وسط زي ما انا تركي في الفيديو الاخير بلوته ما بيديش وسط يا فوق يا تحت خلاص فما تخليش اي حاجة عبيطة مش وقتها ملاش لازم اذا كان بقى مشاكلت شريك والحاجات دي اذا كان مثلا اختلاف اراء ما بينكم احد تعرفوا الاراء والحاجات دي ما بتأكلش عايش مش محتاج هانت دلوقتي يا حوت لذلك انا بقول لك هوا دلوقتي التقاط بتقول لكو هتقابلكو حوارات مع الشريك انت فهم عنها انت مش طلبك خالص لذلك نفض للموضع ده خالص لاني كمالي الحساسية هتبقى زيادة يعني يعني مثلا لو كلمة مش مقصود هتبقى عندك مقصودة وتضرب ضرب نار انا بقول لكو حاولوا تتجنبوا الجدال مع الشركاء بوجه عام سكن شريك حياة شريكك في عمل بنت او راجل لسه مرتبطين مخطوبين في بداية علاقة يدوبك تلفونات ورسائل وحبه كل الحاجات دي هتحصل مش وقته عشان نبقى ايه واضحين طيب بالنسبة ايضا للعلاقات في خلال الفترة خلي بالك خلي بالك من جواز المصالح والصالونات ارتبطات مصالح وارد جدا تظهر الفترة او شخصها ارتبط بيك او بيك لمصلحة او لهدف خلي بالكو لو انتو سنجل من الحتة دي بالاخص ان ممكن ينشأ او تبدأ فكرة او طريق الارتباط ورانية احسبها وشوف انت تباك عايز تودل ايه شوف انت عايز تروح لايه بالزبط وعمل لكن انا بقولكم دوارد جدا في خلال الفترة طيب ستة وعشرين وسبعة وعشرين وثمانية وعشرين الامر متواجد في البيت التامن هل ده بيت سهل لا هتقدر عليه اه هتقدر عليه ليه لان الظهرة هتقدر في الجدي لان اساس الظهرة متواجد في الجدي من او 11 فتواجد الامر على الميزان هتقدر عليه هتقدر على حربك مع نفسك على نفسيتك خلال الفترة دي هتبقى فيها خدوهاتها شد وجذب هتلاقي نفسك بتدور على حقوق بتدور على طرق جديدة هتلاقي نفسك متحمس لأفكار يعني حتى ممكن تكون عند البعض وهمية يمكن لو حد سمع لأفكارك يقولك يا عم انت عايش في الوهم الافكار دي هتعلق قوي بس انت هتبص لها بقى بالعلوم انت عايش فيه ده وهم حتى لو قالوا لك اللي انت عايش فيه ده وهم اي فكرة عالية بدأت بفكرة بدأت بواهم بدأت بحلم اي فكرة نجحت في الحياة هاي الناس اللي عائلت دي احسن منك لا انت الفكرة جات في بالك نفذ توكل على الله ويشوف الدنيا هتوديك لهايك ففكرة الاستثمار انت تخطيه دخل في حوار جديد وارد جدا يمكن انت حزير البسيط ان اليومين دول او 3 ايام 26 28 امرك ضعيف شوية فالحسد هتبقى عالي عليك الطاقات الحاجات اللي كانت مستخبية هتدى تظهر فخلي بالكم من الحية تاندي حاولوا تقفلوا على شمعاتكم يعني ده رأى الشمعة بتاعتكم شوية في اليومين دول بالاخص بين يوم 26 يوم 28 29 و30 ده بداية اللي انت تقعد كده على الكرسي وترتاح وتبص للدنيا من حولك ووصلت لايه ومحتاج توصل لايه تواجد الامر هيبقى في مكان داعم جدا لحظوظك اذا كانت قرارات خاصة بصفر خاصة بامور عاطفية خاصة بامور جديدة لتحركات جديدة التحرك ده هيبقى واقف في ظهرك التحرك ده هيسعرك فرص جديدة لامور مالية تغيير لمصار حياتك للافضل لان انت هتبقى من جواك عايز تروح لطريق افضل من اللي انت فيه تعبت من قطر يعني ما انت بتدي بتدي ومش بتتلاقى او زي ما احنا قلنا في اخر الفيديو هنا بدي كده قلت هتبقى تتلاقى لان انت تعبت كتير عشان كده بقول لكم انت دلوقتي تبقى طرقك مفتوحة قدامك انت بتدور على الطريق اللي يجيب الطريق اللي هتاخد منه الطريق اللي هيساعدك هيتلاقوا في امور كتير ان شاء الله هتبقى تتفتح في كلال هزي الامور ايضا يعني من الحاجات الكويسة اللي جاية في وقتها وهي اللي انت هيبقى عندك شجاعة قوية شجاعة وجراءة في اتخاذ قرارات مصيرية الشجاعة والقراءة دول هتستخدمهم صح لكن لازم تستخدمهم صح يا حوت لان زي ما احنا قلنا بلوتو مش هيعديلك بلوتو بيقولك خد القرارات الصحة انا معاك خدت القرارات الغلط هتتحمل هتشيل يا معلم ده بلوتو بيقولوها لك قرارات صحة ربك وانا في صفك قرارات غلط لا هتشيلوا بكتير لذلك الفترة تبقى جميلة قراراتك هتبقى صح فكرها بس وحسبها صح لان انت حركات هتبقى في صفك بالورقة والقلم اكتب كل حاجة صح فكر في كل طريق في كل انتجاه في كل حركة هتلاقي قرارات هتبشي جميلة جدا لكن لازم تحسبها جميلة جدا لكن بلاش حزبتك تبقى بطيقة ليه لان حتى لسه في بداية الفيديو بيقولك اقتنس الفرصة اقترس الفرصة لازم تحسبها صح بس التنفيذ سريع احسبها صح بس نفذ ما توقفش ما فيش حاجة توقفها خليك زي القطر اللي طلع والفرامل بزت منه خلى اطرق طالع والفرامل انساها بقى خلاص بقعدش في الفرامل الا ايه زهدها؟ لان بلوتو بالبالة دي كده حاجة زي جمرة نار وقفة تحت رجلك طول ما انت بتجري طول ما انت ماشي صح وقفت المرة هتوصل لك لذلك انا بقول لك اهو يا بلوتو ما تقلوش منه بلوتو مش اللي يتخاف منه ليه لان انت عدته على زحل زحل خلاص ورمكو زحل اعلمكو الاذب زحل ضمر اللي بنتوه وخليكو تبنو من جديد فخلاص بعد ما اتضمرت هتضمري تاني ما انت خلاص بدأت تبني على انقاض لكن بلوتو هنا بيقول لك بيحفزك بيقول لك لا ما توقفش انا تحت انا تحتك جمرة نار لازم تكمل وانت قدها يا حوت لذلك ايضا هنهي الفيديو بالكلمة اللي دايما بقولها لكم وهي تفاقلوا بالخير تجدوه وان شاء الله هتبقى فترة خيرة عليكم وبكده يبقى وصلنا هاي الحالة النهاردة اتمنى تنلقى اعجاب حضراتكم وما ما تنسوش لحالة النهاردة عجبتكم احتوى القناة عجب حضراتكم الاشتراك في القناة مع تفاعل الجرس اللي يصلكم كل جديد شكرا ومعالف سلام